موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معانا مجددا في برنامجكم أحاديث وعبر نتناول في هذا البرنامج الوقاعة النبوية الشريفة والأحاديث نحاول أن نستخلص منها العبرة نتلمس الحكمة وما قاله العلماء حتى ننتفع إن شاء الله في الدنيا والآخرة في هذه الحلقة سيكون موضوعنا بإذن الله اجتناب الكبائر اجتناب الكبائر فسوف تنصب بإذن الله الحادثة أو الحديث حول هذا المعنى وهو اجتناب الكبائر يروي البيهقي رحمه الله في السنن عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدته وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان معه في حجة الوداء فهذا الحديث جاء في حجة الوداء في ثنايا حجة الوداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن أولياء الله المصلون أولياء الله المصلون هم المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبنا عليه ويصوم رمضان يحتسب صومه يرى أنه حق عليه يعني ما يصوم جبرا وإرغاما وإنما يصومه مؤمنا طائعا يعتقد بأنه حق عليه فيصوم بانشراح صدر واريحية قال ويعطي زكاة ماله يحتسبها لما يزكي ما تخرج الأموال من قلبه شحيحة وإنما تخرج بيسر وانشراح يحتسبها يعني عند الله ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عدد الأركان الخمسة التي يكون فيها المؤمن وليا لله قال ويجتنب الكبائر انتبه أحد الصحابة رضي الله عنه وارضام ثم إن رجلا سأله قال يا رسول الله ما الكبائر ما هي الذنوب الكبيرة ما الكبائر التي تعنيها التي اجتنبها الإنسان كان من أولياء الله قال صلى الله عليه وآله وسلم هن تسع وهذا الحديث حصر الكبائر بتسع محرمات كبيرة طبعا ونحن نتكلم في تناية الحلقة بإذن الله كيف ينضب الفقهاء إلى الكبائر هل هي تسع أم هي أكثر فقال أولاها الشرك اشراكم بالله سبحانه وتعالى وهذا أكبر الكبائر وقتل نفس مؤمنة بغير حق وفرار يوم الزحف يعني ليهرب في المعركة وأكلوا مال اليتيم وأكلوا الربا وقذفوا المحصنات يعني يرمي النساء العفيفات الشريفات بألفاظ الزنا والعياذ بالله وكذا وعقوق الوالدين المسلمين كما جاءت الرواية واستحلال البيت الحرام استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات هذه ثمانية وفي رواية أخرى ذكرت والسحر فهذه جملة أمور تسعة عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر ثم قال لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب بشارة لمن اجتنب الكبائر هذه الحادثة أحببتني أن أجعلها كالمقدمة حول حديثنا حول موضوع اجتناب الكبائر نتوقف لفاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معانا مجددا نتكلم حول موضوع مهم جدا وهو اجتناب الكبائر الذنوب تنقسم إلى ذنوب صغيرة وإلى ذنوب كبيرة يقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فبيّن الله سبحانه وتعالى أن الذنوب منها ما هو كبير وفي آيات أخرى أيضا تكلمت آيات أخرى عن الذنوب الصغيرة وقد سماها الله سبحانه وتعالى اللمم وهي الذنوب الصغيرة والله سبحانه وتعالى له حكمة في تقسيم الذنوب إلى كبيرة وإلى صغيرة والحكمة في ذلك عميقة جدا تراعي طبيعة الإنسان وقوة الإنسان وضعف الإنسان والتجاء الإنسان وتقرب الإنسان وبعد الإنسان من الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ينظر إلى الإنسان أنه يريد منه أمورا محددة يفعلها وأمور محددة يجتنبها وهذا هو الحد الأدنى الذي يشترك فيه أولياء الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتميز الناس باجتناب الصغائر بمعنى لما الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك أمور كبيرة لا تتعدى هذه الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى فهذه تمثل الحد الأدنى تمثل الحد الأدنى للولاية لله سبحانه وتعالى فمن اجتنب فمن فعل هذه الأوامر التي ذكرناها في حديثنا الأول الخمسة وهي الأركان ثم اجتنب هذه النواهي الكبيرة هذه معالم الدين هذه حدود الدين إذا التزمت بها التزمت بالحد الأدنى فكنت من أولياء الله فالله سبحانه وتعالى يجازيك بالإحسان إحسانا وهناك أمور صغيرة لو تجنبها الإنسان لو حاول الإنسان في دفعها ربما يقع فيها أيضا هنا تتفاوت المراتب بين العباد و لذلك الله سبحانه وتعالى خلق الجنة بدرجات حتى يتمايز الناس من يدخل الجنة هو من استوفى الحد الأدنى و من يحصل على الدرجات العلا من اجتنب حتى الصغائر ثم ارتقى بالخيرات و الطاعات إلى أعلى الجنان و لذلك العلماء يقولون في تعريف الكبيرة الكبيرة هي الموجبة للحد أي التي جاءت تشريع الإسلامي ببيان عقوبة محددة عند فعلها فمثلا القاتل يقتل هذا حد شارب الخمر والعياذ بالله يحد الزاني يحد السارق يحد هناك عقوبات محددة و اتبه الشرع الإسلامي على من يفعل أعمال معينة فمن العلماء من يعرف الكبيرة بأنها ما جاءت بحد و منهم من يقول و هذه أوسع بابا ما يلحق الوعيد بصاحبه سواء بنص كتاب كريم بالنص القرآن أو بالسنة النبوية و لذلك أوصل بعض العلماء الكبائب إلى سبعين كبيرة بناء على هذا التعريف أنه ما جاء وعيد شديد وتهديد بفعل هذه المعصية كانت كبيرة نذكر طرف من هذه الكبائب حتى ندخل في معاني اجتناب الكبائب أولا ذكر الله سبحانه وتعالى و كذلك ذكر المصطفى صلى الله عليه و عليه وسلم الشرك أنه من أعظم الذنوب لما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم و لذلك الشرك يعتبر من كبائر الذنوب و الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى لا يعتبر مسلما و عقوبة أن يخلد في النار خالدا مخلدا فيها لأن الله عز وجل لا يقبل أن يشرك به و لا يغفر أن يشرك به فأول خطوة لدخول الإسلام هو الإيمان فمن أشرك فكانت هذه العقوبة أو كانت هذه الجريمة و كانت هذه الجناية هي من أعظم الذنوب و الكبائر و ذكر كذلك العلماء و كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن الزنا و العياذ بالله من كبائر الذنوب و يجب على الإنسان أن يبتعد عن الزنا و العياذ بالله حتى لا يقع في طائلة الذنوب الكبيرة المهلكة ثم ذكر كذلك العلماء الربا و هو أيضا ما ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الربا ظلم و إفساد و طغيان على الله سبحانه و تعالى و محاربة لله سبحانه و تعالى كما جاء في الكتاب الكريم فأذنوا بحرب من الله و رسوله فقد توعد الله سبحانه و تعالى آكل الربا بالحرب فهذا الربا يعتبر من كبائر الذنوب كذلك القتل إهدار النفس بغير حق يعتبر من كبائر الذنوب يقول الله سبحانه و تعالى و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون كذلك جعل العلماء أن من كبائر الذنوب شهادة الزور و قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يحدث أصحابه فذكر شهادة الزور فقال ألا و شهادة الزور ألا و شهادة الزور و بدأ يكررها و يعيد حتى قال الصحابة قلنا ليته سكت يذكر العلماء كذلك من الكبائر الذنوب عقوق الوالدين يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل عقوبة يؤخرها الله سبحانه و تعالى ليوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل له العقوبة في الدنيا و لذلك اعتبر العلماء عقوق الوالدين من كبائر الذنوب كذلك عد العلماء من الكبائر للذنوب السحر و العياذ بالله و السحر هو جريمة لها أيضا حد محدد في الشريعة الإسلامية إن أدى إلى قتل إن أدى إلى إفساد و تكلم الفقهاء تفصيلا عن السحر و ما يجب في حق الساحر و كيف يتم التعامل مع الساحر فاعتبر العلماء السحر لضرره و إفساده من كبائر الذنوب كذلك عد الفقهاء من كبائر الذنوب أكلوا مال اليتيم الله سبحانه و تعالى ذكر في آيات كثيرة متعددة حرمت التعدي على أموال اليتامة و قد عدها العلماء من أموال من كبائر الذنوب و حتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم ذكر في حديثة متعددة حرمة التعدي على أموال الأيتام عدى الفقهاء كذلك من الكبائر للذنوب التولي يوم الزحف و هو الفرار من المعركة لما يؤدي إلى ضعضع في نفوس الجيش المسلم و لما يؤدي إلى تخاذل المسلمين و هذا أيضا من الأمور المحرمة التي يحرم على الإنسان و اعتبرها العلماء كبيرة كذلك من الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه و سلم و الفقهاء أيضا هي قدف المحصنات كما قال الله سبحانه و تعالى المؤمنات و الذين يرمون المؤمنات للغافلات المحصنات الغافلات فقد في المحصنات المؤمنات من كبائر الذنوب هذه جملة ذكرتها لكم من كبائر الذنوب حتى أيضا أدخل على موضوع مهم كيف يحاول المسلم أن يتجنب مثل هذه الكبائر نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مجددا نتابع الحديث حول اجتناب الكبائر ذكرنا في الفاصل الأول مجموعة من كبائر الذنوب التي جاءت نصا إما في الكتاب أو في السنة النبوية المطهرة الآن نتكلم عن شنو أثر هذه الكبائر على الفرد و على المجتمع حتى نضع بعض الحلول نشخص هذه المشكلة حتى نضع بعض الوسائل كيف يتجنب الإنسان مثل هذه الكبائر الذنوب أولا من أخطاب هذه الذنوب الكبيرة أنها سبب لحرمان الخير من الله سبحانه وتعالى و سبب لمحق البركة للإنسان و من جملتها الألم و الفضل و الخير يقول الله سبحانه وتعالى و اتقوا الله و يعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فمن أسباب أول أضرار وأول آثار هذه الذنوب الكبيرة أنها تحرمك من نعم الله سبحانه وتعالى رزق خير علم مال و لذلك فعل هذه الذنوب الكبيرة له أثر على حرمانك لذلك كله من آثار الذنوب أيضا أنها سبب لتأسير الأمور تجد سبحان الله الإنسان المذنب و خصوصا من يبتك بالكبائر أموره متأسرة لا يجد التيسير من الله لا يجد التسهيل من الله سبحانه وتعالى أموره تتعقد كلما أذنب ذنبا و خصوصا من هذه الأمور الكبيرة كذلك من آثار هذه الذنوب أن تجعل في قلب صاحبها ظلمة و ربما انتقلت هذه الظلمة من القلب إلى الوجه و لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه قال إن للحسنة ضياء في الوجه و نورا في القلب و سعة في الرزق و قوة في البدن و محبة في قلوب الخلق و العكس و إن للسيئة سوادا في الوجه و ظلمة في القلب و وهنا في البدن و نقصا في الرزق و بغضة في قلوب الخلق فهذه من آثار الذنوب الكبيرة على الإنسان و الذنوب حتى تجعل الإنسان و العياذ بالله قلبه أسود مظلم و وجهه كذلك انعكس عليه ذلك السواد كذلك من آثار الذنوب الكبيرة و العياذ بالله أنها تتابع الكبيرة و تزرع مثلها و بعضها و لذلك الإنسان و العياذ بالله فعل معصية كبيرة استمرأت نفسه إلى فعل غيرها فمن مشى في طريق المعاصي مشى و تتابع و النبي صلى الله عليه و آله و سلم بيّن في حديث يبين الصدق و الكذب يقول و لا يزال الرجل يكذب و يتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة و الكذب عده بعض العلماء من الكبائر فإذا الإنسان الذي يفعل الكبير والعياذ بالله الكبيرة تجر أختها و الكبيرة تجر الكبيرة حتى ينغمس الإنسان في طريق الكبائر و المعاصي حينئذ يقول كما وصف الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم خلاص تغش القلب و تغطى القلب فلم يعد يعي شيئا كذلك أنها تورث و العياذ بالله الذل لصاحبها لأن العاصي دائما يشعر بالذل و لذلك وجب علينا أن نتخذ الخطوات الكفيلة بالامتناع عن تلك الكبار و قبل أن يدركنا الوقت نتكلم عن ما هو ما هي الوسائل التي تعينك على اجتناب الكبائر و المحرمات و المعاصي أول هذه الخطوات المهمة وأولى هذه الوسائل المهمة يجب أن تكرها الذنب لا بد أن تتبسخ في نفسك و يكون هناك شعور في قلبك أن الذنب كريه الخطورة اليوم لما نستمر الذنب لما نشعر أن الذنب لا يوجد شيء أمر عادي و لذلك كما وصف الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام قالوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أو يصنعون المشكلة أنك لا تشعر أن هذا ذنب و لا تعتقد أن هذا الذنب كريه و ممقوت عند الله سبحانه وتعالى فأولى الخطوات يجب أن تعتقد أن هذا الذنب كريه كريه إلى الله مكروه عند الله مكروه عند الناس مكروه عندك أنت أيضا حينئذ هنا تحاول أن تدفع هذا المكروه هذا الذنب القبيح لما تعتقد بقبح ذلك الذنب الوسيلة الثانية يجب أن تتعرف على عقوبة الذنب و الله سبحانه وتعالى كيف توعد المذنبين و كيف جاز العصات و كيف عاقب من ارتكب الكبائر كذلك تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه و عليه وسلم كيف وصف و كيف بين عقوبات الكبائر و ما يحصل لصاحب الكبيرة و هناك أحاديث كثيرة و متعددة في ذلك الأمر الثالث حتى تستطيع أن تبتعد عن الكبائر لابد أن تعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك يعني لابد أنك أنت تستشعر عندما تفعل هذه الكبيرة و العياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى عظيم و أنت قد أصيت هذا العظيم يجب أن يكون هناك شعور بأن الله سبحانه وتعالى عظيم فكيف تعصي ذلك العظيم نحن لو دخلنا على مسؤول في العمل أو في كذا يعني نخشى و نهاب و نستحي أن نعصيه أمامه أو نخالف أمره فما بالكم بالله جل جلاله و هو أحق أن يخشى و هو أحق أن يتقى الخطوة الرابعة أو الوسيلة الرابعة يجب أن تنمي وازع الحياء من الله لازم تستحي من الله سبحانه وتعالى العبد متى ما علم أن الله عز وجل مطلع عليه و أن الله عز وجل شاهد عليه و رقيب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تستحي من الله أنت عندما تريد أن تفعل معصية بعض الناس يعني يتخفى و يذهب إلى أماكن بأيدة حتى لا يراه أحد طيب ما الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحى منه إذا أنت كنت تستحي من الناس يجب عليك أن تستحي من الله سبحانه وتعالى فشعورك بالحياء من الله سبحانه وتعالى يدفعك إلى الابتعاد و الاجتناب عن الكبائر الوسيلة الخامسة الشعور بالخوف من الله و الخشية من الله سبحانه وتعالى عندما تعلم أن الله عز وجل أعد للعاصين لمرتكب الكبائر عقوبات عظيمة فتخاف و تخشى الله سبحانه وتعالى الوسيلة السادسة وهو شرف النفس بمعنى أنت لازم تعرف أن نفسك عزيزة فليش أنت تلطخها بالمعصية نفسك غالية لماذا تجعلها تنحط في الرديلة نفسك شريفة و عالية فلماذا تهينها و تجعلها في أسفل سافرين يجب على الإنسان أن يراعي هذه الوسائل حتى يجتنب الكبائر و يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين حافظوا على أداء فروضهم و اجتنبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنهم إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه والسلام عليكم و رحمة الله و باركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة